ترأس سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإثارية لتغير المناخ ترأس الاجتماع الأول لإطلاق مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر كوب 27 الذي عقد عبر الفيديو كونفرنس خلال الاجتماع كده شكري تطلع الرئاسة المصرية للمؤتمر إلى التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لتعزيز جهود الانتقال العادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة كما استعرض شكري المجالات التي يمكن للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإسهام فيها لدعم العمل المناخي مشيرا إلى أجندة التكايف مع تغير المناخ التي تم إطلاقها خلال مؤتمر كوب 27 لتعزيز الجهود الدولية في مجال الصمود المناخي والنسخة الثانية من المنتديات الإقليمية حول المبادرات المناخية لتمويل عمل المناخ وأهداف التنمية المستدامة التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر